السلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد في سلسلة المقتطفات التقنية TechVibes نلاحظوا في هالبناس لما يقولوا أنهم يغيروا الـ IP متاعنا يعتقدوا أنهم يستعملوا في VPN ولكن في معظم الأحيان هم يستعملوا في التقنية الثانية اسمها الـ Proxy الـ VPN والـ Proxy يشبوا البعض في الهدف وأنهم الزوج يغيروا في الـ IP Address ولكن في الوظيفة وطريقة العمل في هالبختلافات هنحاول في الفيديو هذا أني نوضح الفرق هيا نبدو اهلا بكم من جديد الـ VPN والـ Proxy يشبوا البعض في الهدف وأنهم الزوج يغيروا في الـ IP Address ولكن في الوظيفة وطريقة العمل يختلفوا على بعض هالبختلافات الـ Proxy هو سيرفر يتصل به جهازي ويبعت له الـ Web Traffic بدل ما يبعت الـ Internet مباشرة الـ Traffic يمشي للـ Server ومنها يوصل الـ Internet وبهيك يتغير في الـ IP Address متاعك ولكن الـ Proxy هي السيرفر تتفاعل Pair Application أو تتفاعل في كل تطبيق منفصل بمعنى لو فعنا الـ Proxy في جوجل كروم فحتفتح تلقى نفسك في IP دولة تانية ولكن لو فتحت Firefox أو دلت Traceroute أو Ping هتلقى نفسك قاعد تستعمل في نفس الـ IP الـ Proxy الهدف منها أن نحن نغير الـ IP متاعنا ونوصل في سيرفرس مش متاحة لنا الهدف الرئيسي مش تشفير أو حماية بيانات قد تكون في سيرفرس توفر في التشفير والإنكريبشن ولكن أكيد في سيرفرس لا الـ VPN هو سوفتوير ينزل فصل الجهاز ويعطيك شبك افتراضية VPN أو Virtual Private Network تتكون بينك وبينها Back to Back IP وتبعد لأ كل الترافيك متاع جهازك لاحظوا أني قلت كل الترافيك مش بير أبليكيشن أو في كل تطبيق منفصل كل الأبليكيشن اللي في السيستم بتاعك Games, Web Browsers, Ping Traceroute أو أي شيء هيمشي عن طريق الـ VPN سيرفر هذا وباي ديفولت وعكس الـ Proxy كل الترافيك حيكون إنكريبتد أو مشفر بينك وبين السيرفر محدش يقدر يشوفها غيركم معظم الـ Proxy سيرفرس حنلقوها تخدم بشكل مجاني وأحياناً قد يكون الهدف منها إنه هم يتجسسوا عليك ويبيعوا الـ Browsing History متاعك لشركات الإعلانات الـ VPN على الصعيد لأخر نيقوه إنه هي أحياناً قدمة مدفوعة وفي العادة تعتمد على أقد اللي يتوقع منك ومن الشركة فهل يقدر يتجسسوا عليك أو لا الـ Proxy في منها أنواع في منها الـ HTTP و HTTPS Proxy SOX Proxy و Transparent Proxy وVPN كـ Software ينزل يدير connectivity مع السيرفر سيخدم بـ 2 موات إما Split Tunnel أو Full Tunnel إن شاء الله بعض الملخص هذا يكون الفرق واضح وفي جديد لما تريد تغير الـ IP أدرس متاعك تعرف كم تستخدم Proxy أو VPN ولو في حد قدامك قال نفتح وVPN يريد تشرح هذا الفرق كان هذا الملخص اليوم نتلاقوا إن شاء الله فيديو جاي السلام ترجمة نانسي قنقر